أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وخلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أشار مدبولي إلى عمل الحكومة من خلال عدة مسارات على تذليل المعوقات أمام المستثمرين مضيفا أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد ترجمة نانسي قنقر